برحيل الإعلامية الكبيرة سيدة أمال الفاهمي الحقيقة مصر بتودع جزء كبير جدا من تاريخ حيانا في هذه اللحظة أنا بختلف مع ناس كتير جدا أنه هم يقولوا أنه خسارة لن تعوض لأنه هي أدت رسالتها كاملة هذه السيدة توقفت فقط عن العمل منذ أربع سنوات هي توفيت وهي في 92 من عمرها يعني فضلت تشتغل وهي عندها 88 سنة مسيرة ضخمة جدا من العمل والعمل الراقي المحترم لأنه احنا بنفتقد أحيانا لقيم كتير جدا في حياتنا هذه السيدة اللي هي يمكن فضلت لأكتر من 57 سنة تقدم برنامجها الشهير على الناصية اللي الناس كتير جدا مرتبطة به يعني بعد صلاة الجمعة كده كان الناس بقى بصالة الجمعة وتروح تغدى وبعدين يتزاع برنامج على الناصية وكانت بتقدم فيه نمازج لعلماء ما كانش بيتاح ليهم الحديث أو الظهور في وسائل الإعلام المصري يعني على الإطلاق فهنا احنا بنتكلم على إعلامية بالمعنى المجتمعي اللي هي مهتمة تلقي الدوق يعني كنت قابل فنانين وتقابل علماء وتقابل يعني هي مثلا كانت هي البوابة الكبيرة التي دخل منها أحمد زويل إلى المصريين لما استضافته على الناصية دكتور فاروق الباز مثلا أنا بقول لحضراتكم من ذكرياتي العبرة عن برنامج فالحقيقة هي نموذج يعني إذا أراد أحد أن يعمل بدأب وبحماس ويقدم قيمة لهذا المجتمع فهل ينظر إلى ما قدمته السيدة أمال فهمي رحمة الله عليها